بسم الله الرحمن الرحيم الشباب اللي بياخد المقاطع بتاعة إبراهيم نصر اللي فيها الكذب وتدليس على الناس وينشرها يتحملوا إثما عظيما أمام رب العميس بحالة الله ومالقيم لأنه بيعلي بيساعد على النشط الفواحش بيساعد على نشط الكذب والتدليس الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من يفعل ذلك قال ويل للرجل يجذب على أمتي ليضحكهم أو يجذب على الناس ليضحكهم ويلوا الله ويلوا الله ويلوا الله عدد ثلاث مرات الويل الويل ودي في جهنم يسيلوا نارا ما عزو بالله ففيش عدود كتير جدا دلوقتي ياخد مقاطع بتاعة كاميرا الخفية وكل البرامج المشابهة وفي بعض الشباب من الجهال يجيب كاميرات ويعمل مقالف في الناس ويصورها ونزل الفيديوهات وعمل أكاونت على تيك توك وعلى تويتيوب وينشر عليها الكلام الفارغ ده انتظر سوءا في الدنيا والآخرة انتظر سوءا ان الرجل ده كذب وتدليس ويتربحون من هذا المال والمال الذي يقبض من هذا المال مالا حراما والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال ان الرجل اللي يقضف باللقمة الحرام في جو فيه فلقبل الله منه صرفا ولا عدنا اربعين يوما دقمة واحدة فانت بتشجع الشباب وتعلمهم الكذب والتدليس وان الرجل لا يكذب وتحرق كذب حتى يكتب عند الله كذابا فاياكم الكذب ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور ليهدي الى النار ولا ما يزال الرجل يجذب ويتحرر كذب حتى يختب عند الله كذاب فالناس اللي بتعمل مقالف في الناس وبتعتدي الكلام ده وتنشره هيك 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 تكتب عند ربنا كذاب والمال اللي انت بتقبضه مال حرام سواء كان من المواقع سواء كان يوتيوب او تيك توك المال اللي انت بتقبضه مال حرام وانتظر سوءا في الدنيا وفي الاخر اخلوا قول لهذا استخدام الله